ومنزل الطاعة هنا يأما بيكون مسكن الزوجية وفقا للقانون أو أي مسكن آخر اللي هو بيقوله عليه مسكن الطاعة لكن الشروط اللي لازم تكون متوفرة في مسكن الطاعة إنه يكون في الأدوات من الأواني والمعدات والأساس وفقا للحالة الاجتماعية والحالة المالية لكل الزوجين أو من باب أحرى للزوج لأنه هو الملتزم بالإنفاق إنه يكون في مكان آمن مش معزول عن الناس إنه يكون مستقل يعني ما يبقاش بيساكن حد غير الزوجين زي الأم أو الحمة أو الأخت أو كلام ده مستقل تماما دي الشروط اللي هو كفالها القانون في مسكن الطاعة لكن ما اشتردش إنه يكون نفس المسكن اللي هو مسكنيه فيه قبل المتسيب بالبيت ممكن يكون مسكن الزوجية وممكن يكون مسكن الطاعة بس لازم كده أو كده لازم يتوافر فيه الشروط اللي القانون حددها سلفا يعني هو لما بيخترها في الإنذار ده ما بيكتبش فيه العنوان يعني العنوان بيكتب فيه لازم لزمن من شروط هيكتب عنوان مسكن الزوجية اللي هو بيكتب عنوان مسكن الطاعة اللي هو بيكون إما مسكن الزوجية أو مسكن الطاعة ولازم أنه يكتب فيه محدداته وشروطه والمكان بتاعه وأنه يكون مستوفي من كافة الشروط القانونية